موسيقى موسيقى ديتو مشن فول و من قلع وينك. وينك. بدي اكل فول. ثلاثة ايام بلا فول. صارلي ثلاثة ايام بلا فول. مش ما اقول. انت جاهز. انا اللي جاهز. تانيكل فول. يلا. بدي تعميك فول بالرمان اليوم. فهمت? ايدي لما تاكل فول هيك. اتما عم تفكر بالفول متولي. صور فول. انت باك صور فول. طب صور. ايه. دوارة. هاي كاميرا يا ربيع. دفشو انا عموا اليوم. دفشو بيزدائيا. بنا ريكون. ايه لكم كور. طيب ما يطلب فيه ونقلن. نهار جديد ويبلش هلو. دو 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 دو. عم نزقق. ايه. نقل لها عم نلعب. نهار جديد ويبلش هلو. فيك انناقلني شوي. وصلنا هلو على اوبرايشن فاليفل. وبعد ما برمنا على كل المحلات الي هن اكتر ستريفود اكتر محلات شعبية. نقلنا على محلات فليفل عنده فول، فليفل، ترويق، أشوارمة، وكل شيء تقريباً سريت فود عنا فول أكيد رح نطلبها مسبحة معمولة من حمص قدسية حمص وفول مع بعضان سأعتقد نحن اليوم رح نهتم بهول ثلاث اشياء موسيقى وزعين هتقول انت مفيك تأكل منهم موسيقى هلا انظر الفول معمولة صح في عنا حبة كاملة وكمان الموضوخ مع بعضهم انواعهم لذيذين بس الأهم والأهم 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 واللي برجع كلماله هو الحمص حمصه خاصة خاصة المسبحة من اللي هي حمص حب مع حمص بطحينة حموضة اكسبشنال طعمة روعة هيدا صحاً بيربح بيربح كتير موسيقى موسيقى هيا وقف اللي بعد دعنا نوقف بأعتقد ما بضاين اكتر من اثنين انا موسيقى 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 جبلة بطان والفول كيف كنت عمضيقون هلقات بالأردن موسيقى 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 فول مع الجبنة الفول الاردني بيجي عليه فول وحمص حب وتدبيلة ولمون وملح وزيت من فوق وكل حيث الفول المصري بيجي عليه فول مصري فول وتحينة وكمون وملح وشوية شطة صغيرة كده وشوية زيت الفول اللبناني فول وحمص حب وبندورة تماطم وبقدونس وبيجي معاه توم ولمون برضو وميكسي مع بعض وميكسي ميكسي وبيجي يحطوه في الصحر في الطبق وبيجي عليه من فوق شوية الزينة بتاحت الحمص الحب وشوية بندورة وشوية باك مصري من بلش أول شيء بالفول اللبناني تفضل العردني مع الدقة الخضرة الشهيرة بس فين اللاك خبزاته ضيبين موسيقى ما عنده فول حمص بس ما لينا شيسان الساعة مرورون روح مرجل مرور مرجل حت براسي هولي هولي سبكت مطاعي بخلو واحد من مطلع عنده فور وهيدا اللي مكن دار بحسابه مكهبز السلطان هتسل عندي تطليع عنده منقوشة فول حسنا؟ مرورة منقوشة فول أنا أذكر هيا أبو الشادي مش عطي عليه منقوشة فولو كلا فضوه منو محل لكم تفكروا فيكم تلاقوا فيه فول و أبسكيل باتيسري حلو عربي وفيه عنده بفورن بالآكل فطلبنا منقوشة فول بدأ تقريبا عشر دقائد تخلص وقلني لو عطينا واحدة جربة على حظنا منقوشة فول مع جبنة طيبة مش طيبة تظبط ما تظبط لا أعجبني أنت العادي أنا ما عاشبني لا أنا ما عاشبني لا أنت العادي طيب نص من نصي طيب اوكي عجينة كتير طريقة كتير كتير مرتاحة من جوة سوبر طريقة دو كتير رأي مطبس الفكرة هنا تبعد بطل الحامل بطل الحامل بطل الحامل بس الفكرة عظيم كتير رأي كتير رأي لدينا موجودة على الموني وهم لا تستمعين فيها سأضع قابلك الله بطل الحامل الجبنة بتزيد الحمودة والجبنة بتزيد الملوحة سوبر طيبة فكرة بتعقد يلا اختراعها جديد منقوشة فول بالجبنة لا طيبة كتير كتير بطل الحامل لك السعيدة يا حم السعيدة يلي بتوم بغيلة مش عبصة بطل الحامل ليس عبصة بطل الحامل ليس عبصة بطل الحامل كتير اللي بقلك انت مروح البوكاسيون طبعك انا من بات الرمان ومهان الرمانة احنا السكان الأصليين احنا السكان الأصليين احنا السكان الأصليين وصلنا على بحال اسم بابا غنمش لأجوية كتير حلوة positive vibes very fresh attitude المدير كتير معظم وكتير استقبلنا بطريقة حلوة ساعة بتشوفوا فول حبة كبيرة بيكتشفاتنا بالاردن أو هلأ بالإمارات يعني أو محل لازم يكون أو سورة أو عراق الحبة كبيرة واحدة حد التانية منهم معواسين منهم مضبوخين كتير وأساساً ما في نوعين اللي هو الجرش والحبة الصغيرة بهالطريقة بتعرفوا انو انتو بتاكلوا شي على الطريقة السورية upscale طعمته لذيذة وفيه خلطات وفيه طعمك بستعملوا حامض منيح طحين كتير وبيزينو بالاخر بالرمان موسيقى اليوم عم توضح السورة متل ما هي صارت كتير كتير واضحة إذا عم نحكي فول فلسطيني أو مصري لازم يحط بقلب البلندر إذا عم نحكي فلسطيني لازم يكون فيه حمص المصري ما فيه عبنان السوري بيجي حبة حد تانية ما بي بدمسو ما بي معو سيقب اللبناني ما بيحطهم بالبلندر بيخلط معو حمص وبيدمسو شوي 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 بقلب المعرض أهلا وسهلا فيكن معكم طلال الحريري بمطعم بابا غنوش نحن تقريبا عمرنا من 1983 جاي من حلب من قبل 8 سنين ولنقدم لكم الأكلات والمطبخ الحلبي وأكل الشارع الحلبي أهلا وسهلا فيكن ولو هاي طفطة ولأنه نحكي محطة و محطة بتنزل لطحت تحت بتبلشهم من الخبز لمحمص المقلي بالكعب الطحينة واللبن بعد الدخنة عبر تطلع منهم والسنة الموجودة عالوجه اللي عمشوفوا قدونة أنا ما عم بسدي لحصت أن أكتريتهم ثلاثة ربعهم فيهم رمان فل فيه بالرمان فول بالرمان فليف الملقوشة بالرمان فول مصبحة بالرمان فت بالرمان لفيف بالرمان أحب حد تاني الحمودة لازم الحمود لازم الفولة بلق شرطة مطبوخة كثير منيحة ممنة دايبة الحلبية بطحينة بيعد بالآخر قرشة ترمانة بيقدر فولة هذه مطبوخة مضبوطة لا تحسسوا بشريطة الطحينة بالرمان الزيتات طولة جمعة البيت العربية كلها سوا لقمة طوب مش معقولة هاي بيفتح القلب 10 عشرة موسيقى حلّة عنا وقفة كثير أساسية كثير مهمة ومش معقولة إجي على هاد المنطقة ما روح زيور ستسالة بيت مريم يلا بيت مريم من المطعم حتى عالبيت تنعمل طبخات تقليدية قديمة وكيف ينا نستعمل الفول بغير الطريقة المستعملها ومنكلها بالمطعم مرة 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 أنا هون بجي على البيت بس أخبركم بجي على بيتة فهلا هون خليعرفكم على بيتة والطولة السفرة المطبخ جوا والأجواء الحلوة وجايين نطبخ عندي بالبيت أهلا وصحرا فيكم أنا كمين كمين أنا بجي على بيتة هلو هلو فنت مبعصت البصمس مبعصت البصمس مبعصت البصمس مبعصت مبعصت ستة ستتت يسعد صباحك بونجور بانتظارك شو رح نعمل اليوم رح نعمل صحن فول ع السرية هون وبعدين رح نكمل بشغلة ثانية بس كله بالفول ماما شو كانت تعمل حط مع أم صحاب هذي أنا حط عليه ماء أنا ربّة بيت اسمي سلامة أملة للتولاد تعلمت الأكل من ماما بكل حبها لكل إشي بالمطبخ كان وكتير حبيت زيلها ودائماً كان عندي حلم أنه أقدر أعمل زيلها ومش سهل أنك تتقمص شخصية من أي تزيد كيف تتعامل معنا كيف تتطعمينا كيف تطبخ كيف تجربالها علينا أنت متعودنا دائماً الفول يكون بطاصة أرفك علي بأي بلد كمان بطاصة بفول لما رحت على لبنان برضو بطاصة كانت خالص صبح يعطينا بطاصة وهو شعند الفوال يعبي لكم إياها فول فبحبها أكتر من الصحن المكتوب تحديث عن مصطحة كيف تتذكر مصطحة كيف تتذكر بطاصة الجمعة العيلة بتذكر فول بي الصباح يوم الجمعة تحديداً كانوا لي عصحهم الفول بتذكر اللمة الحلوة بتذكر ذكرات البسيطة اللي ما في بعد مثله هلا بتذكر امي بتذكر ستي ويوم الفول تحديداً الصبح بتذكر انه كان لما تنعمل تنجرة الفول تتوزع على الحارة كل الجيران بدي اعايز انه كل الجيران نبعت لانصحن الفول بالمقابل يبعتون لها يعني يا فلافل يا حموذ ذكرياتك سي رحيلة شحو عدو شكراً لانه عن جد له كتير من مريز صحن الفول فول منه بس عكل فول فول احساس الفول بيجمع الضيعة فول بيجمع الشارع فول بيجمع الجيران فول لا مش هيك بتلاقي الكبير يعني بتلاقي الغني والفقير عم بياكل فول بتلاقي الشارع اللي عم بلملم الزبالة تبعت كل البنيات عم بياكل فول فهو مادة او طبق سهل يوصل لكل بيت عن جد برمضان عالافطار صحن الفول عالطاولة انا بحن لها الصحن صراحة بناكل 28 يوم فول ويومين لحمة يعني عنصر كتير رئيسي كتير رئيسي بيغزي كتير بيغزي بفيد بيعتيك حرارة بيعتيك انرجي تبضلك واقف عاجريك كان العالم شو؟ كانوا كلهم اشتغلوا بالفاعل لانو اسأل فاعل انك تروح عالحقلة تبقش عالبنة المعمرجي تبضو الشي يقيتو فترة طويلة والامكانيات قلتاش كانت ما هي بس كانت ممتعة بايدا لما يصير مثلا في تلجي اهم اشي الام شو بتسأل عنو امره ماما جيب لي خبز وجيب لي اثنين كيلو فول انقعهم لما بنمرق بزروف اقتصادية الفول لما بنمرق بزروف سياسية الفول اكتر من الحمص اكتر من الحمص بنعتبره شوي نقاها اكتر كلاس اعلى بس الفول لأ الفول للكم المحل هاد سر له هلا السن الرابعة بيت مريم بيت الكرن بيحبو من عيدي كل زاوية صار في بي هالمطعم إلها ذكرى وإلها الممرز كتير حلوة عندي بجماعت بعالم كتير تعرفت على ناس كتير تعرفت عليك أمهم من خلال بيت مريم تعرفت على محبين عيلتي كبرت فيهم بستفقدهم و بستفقدوني دايما بعتبر حالي أم لكل واحد بيفوت على هالمطعم وعن جد ايديل وذهم زي كأنه ابني بغض النصر عن العمر أو أي شي تاني أو عن المكان أي حدا بيفوت لهون كأنه ابني من قلبي من جوا كلمة تفنيلي بتقوليلي سكوت أنا عم بحكي بدقلك شي وبتقولي لي هاداش متحبيني وبتقولي لي شو بعمل بدقلك بس أنا هلا هلا بدقلك أنا خليين أحكي الفول فول الفول فول والطحين الطحينة والبندورة بندورة بندورة مكشو هالسر تواحد بيحط شي بقلبه ما عم بعرف شو هو بتاكلوا لقمي بتحسوا بتشعر بدانكم بتحسوا شعوركم عم بيتحرك بتحسوا لحد دمعه مش معقول مش معقول مش معقول ما عملت تحركتين لقبقي فيهم مش معقول كل شغلي إلى نفسها إلى إلى added value كل التكسشير كل الفلايفر أرشي من هون سموذس من هون سويتنس من هون أسيدتي من هون حامض من هون مش معقول مش معقول بتاع بيكم تلاحصوا شفافكم وتقولوا بدي بعد لقمي وغيره 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 من هذه الصحنة الفول الرائع ياللي فول اف اموشنز من فول المطعم لأي من روح لعنس سلام على البيت وط ان اونو كانت وقت اذا اكلت المطعمة كيف اكلت البيت أهلا أهل وقت والله طبخات تقليدية قديمة وستة سلامي ستخبرنا كيف تعلمتها من أمها وكيف مهمين بالكولتشك سوبر اكسايتن إذا بالمطعم الأكل هيك ومع كل الشفية والإندوستر الكيتشن كيف بالبات؟ فول الأخضر موسمي مش بتلعب فترة كتير معينة وبتعرف كيف كانوا ببلادنا زمان كل موسم بموسمة فموسم الفول نضلنا نأكل فول طول أشهرين والحلو بالفول بتفرز للاسنة خدوها قاعدة الفول لو تفرز صح بتفرز للاسنة ما بيخرب أبدا 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 طول ما ماما كانت تتحضر الفول فتتحضر بكميات كتير كبيرة فإحنا ماما شوف نتك التعمين هلأ هلأ بعملكم شوية فول وبيد فانا نأكل فول ببيد اليوم هلأ هنأكل فول ببيد شو بدينا آكل اليوم؟ يلا هلأ بعملكم مقلوبة فول انو شي عظيم كمان شو اليوم؟ يلا بظل بيكون شوية فول من البيد أو دال فول مقلي على جنب هلأ بعملكم صح نفت تفول غير شكل أخضر الفول الأخضر اللي هو اليوم واجبتنا الرئيسية منه اللحمة مفرومة للفتة خبز للفتة كمان هذا رح نعمل جنب الفول سلطة خضرة هي عبارة عن لفلاحين خيار وبندورة وبأدونس عادة منحط لبصل بس عشانك ما رح نحط بصل عنا طحينة عشان نكسر اللبن ملح وهاي البهارات اللي بكل بيت موجودة تلت الأسود وقرفة سبعة بهارات نعنع يابس بابريكا لوز وسنوبر بيد عشان نعمل بيد بالفول كزبرة خضرة للفول اللي مقلب زيت وللفتة كتير طيب زيت دورا زيت زيتون وأنا بستعمل سبب طائot ما تفضل cous 의. طلعا طلعا قيبة هم تضوب بلا سنان بلا شير رح نبليش نقل المقام طالق طلعا يلا إلك رح نساقط رح نساقط الفول يلا يلا جي جي الزيتون بيعطيناكها كتير أطيب للأكل إذا حطيناك له حالة ممكن ينحرق وتصير طعمه مش عظيمة فدائما بنخلطه مع زيت الدراء بيكسر الطعم شوي وبتظل زيت الزيتون بمعنها قوية وبتظلها هي للزعجة اللحمة لازم أنا بغسلها العطاعة اللي بالعظم أنا بغسل بغسلها وبعدين بنشفها بورق المطبخ أحسن بحط شوية زيت بالطنجرة وبقلي اللحمة كمان تنسيف يعني كيف تنسيف يعني لفوق ولا تحت لبين ما تاخد بس شوية هاي الطريقة أو هاي العملية بتخلي اللحمة جوسي بالنسبة للمقلوبة يستعمل للروز المصري بحط ثلاثة ربع مصري والربع أميركي ليش؟ روز الأميركي حبته شوية طويلة بتجانس مع المصري فبتعطي سبيس بين روز المصري بتخلي الحبة مفلفلة أكتر بوزة المصري مصري مساء 3 غير مصري المصري كمكوة ونحطها بقاعة تنهرة لتمسك كلها مقلوبة ببعضها الاشي اللي عم اتعلمها اليوم هي انت لقلك بتقوليها عادة عادة بس انه اليوم اللي بيعرف المطبخ وبيفوت على المطبخ بيطلع وبيقول بالمشبرح she knows her stuff بعدين شو ما نعمل هل تعرف شو كيف ببعطي اسرارك للعامل في شاف بحبه كتير وانت تعرفته عليه بيقول لازم اعطي من هون باقدر فوض غيرهم من هون بالضبط بالضبط اذا انا ما اعطيت وغيري ما اعطى كيف اللي جاي رح يتعطيها طب الماء شوية الماء للغزة تنطبخ وضحك وعشان ما تنحتاج منتحات شي بشكل مش معاول ماء شوية ماء ثونها شوية تنة عصولة الآن ثونها ها نعمل الآن طبقة دو أعطوه مجال ينشف شوية صغيرة من تحت قبل ما تخلطوه راح نرش على الوش رشة زيت تحتينو هنا شو رايكم راح أرجع أحطها مرح أدوقة وراح هيك أسعمدها لأنا بحب الأكل شوية ملطوع راح نحضر لبن هون عصير ليمون كبه على حساس عيفي لان الآن زمانه نحن صغار ما نشوف ماما الصبح سهل تشفت المقلومة تلفها بالإحرام وتحطها على الطابق ليش يا ماما؟ عشان يضل الصخم والبخار يضل بقلبة وتنقلب معانا صح يجب أن تأخذ أوقف أكثر لأبداعي اكتر بس لحنا نحنا جوعانين بحتك تاخد العقل قولوا يا رب يا رب يا رب بتقربوها على الناس شو الوضاع ايوه 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 شو عن النفس؟ يا ريت النفس يا ريت الاحساس بنقاس بكلماتك أولا الخبز اللي بنحطك من فوق ومتى الشيط الشيطة مثل ما يجب اللحم غير شيكل للي لا فيها ماء ابدا سنوبرة مثل ثانية ولليس بتعلك الفول قدمة يجب واللبن انضطر مضبوط مع الطحينة وكيف حسيت الملح والحمودة الحموضة طيب ليس معوض هذه طيبة بلاتهم بالنسبة لحيات حسنا باللبن حسنا بالتحين حسنا باللاحم حسنا بالفوليد لا يوجد شيء يجب أن تحصون زادة و صغيرا تكون عادة الحلوة عندما يشكلهم مضبوط يحبون ليس معجنين وليس معجنين وليس ملزقين نعم هنا يمكنني أن أقول مرحلة سلام أنت من أعقدة هل تعرف كيف يفوح بيكو اللقمة يسكر عيونه شوي وبيلش عمد على ساعة عمدة 10 سنين وبتذكر طبخات 6 بسم عاول بسم عاول عزيز بسم عاول بسم عاول بسم عاول بسم عاول بسم عاول بسم عاول هنكون شئوت عزيادة هنرى هنرى من بعد ما خلصنا نهار كتير طويل طبخنا وبرمنا وأكلنا شو رعي كنفوت على السيبر ماركت ونشوف شو وضع الفول هل الو ديسبلي كتير كبير شو هنال الماركات الموجودين دفول ميشن كونتندر وحنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبعدين ننقل على البينز لدينا الكثير من الممكن وغلبيتهم نقوم بشكل كبير تقريباً جاء الطعام العنبانيها إذا أحطوها بمحل سيدخو تقص في دبي بعقد نكتشف شيء جميل ونفوت من جنسية إلى جنسية وأعتقد أن كل الفول في أغلبية البلد العربية ولكن بعد أن نتحدث من بعد أن نرمنا اليوم على أربع محلات في دبي طبخنا مع السلام الذي تأخذ العالم من أطيب ما يكون نفسها رائع بكرة 15 وقفة مع خالد بالشارشة يلا جيداً ترجمة نانسي قنقر محسن محسن ترجمة نانسي قنقر